هي الخطوة الثانية من التصعيد التدريجي الذي وعد به أهالي العسكريين المخطفين في حال شعروا أن هناك تباطؤا في المفاوضات فبعد يوم الغضب الذي قطعوا فيه طريق الصيف أشعل الأهالي الإطارات أمام السرايا الحكومية بالقرب من مكان اعتصامهم في رياض الصلح الشي اللي عمنا عمنا هلأ ما هو إلا البداية نحن وعدنا قبل المرة يمكن ما صدقوناش وعدنا بأنه نكون حضريين وكنا حضريين وعدنا أنه نكون إنسانيين وكنا إنسانيين وعدنا أنه كنا رح نصاعد وبلشنا نصاعد خليهم يتعاطوا مع الملف بضميره وبإنسانيه وبمسؤوليه يرجعوا هؤلاء على مؤسساتهم لبين أهلهم وحاجة يستخفوا بعقولنا ويضحكوا علينا وإلا يتحملوا المسؤولية هن إذا خرب البلد هن رح يتحمل المسؤوليته ومش نحن عدم تعطيهم بملف الأسرة هذا بالشكل المطلوب رح يود البلد على الهاوية خليهم فيه وكلهم سوا حاجة يبيعونا مواقف ويتاجروا فينا لنبارح لإستاذ وقل أبو فعور كانوا بدين ندبحوا 3 من الأسرة 3 مشكور وقل أبو فعور واليام اتصلت فينا الدولة الإسلامية قالت لنا وقلوا وقل أبو فعور والإستاذ عباس إبراهيم الملف منيموا الملف منيموا ما بعده تعطى فيه عباس إبراهيم ما بعده تعطى بالملف منيموا ما بعده يشتغل عبكرة التالج والبرد بيقتل لولاد لحالهم وأكد الأهالي أن برد الشتاء وأمطاره لن يثنيهم عن الاستمرار في اعتصامهم وتحركاتهم في سبيل تحرير أبنائهم